السلام عليكم مرحبا بكم اليوم في قناة اليوتيوب رانو كويزين إن شاء الله تكونوا كامل بخير ترى الوصفة عنها اليوم راننا عودنا ولينا الوصفات والفيديوهات على بل التي تطولت عليكم هذه غيبة كما رأيتوا في الفيديو السابق الكوزينة جديدة أدت لي قليلا الوقت على بها غبت عليكم هذه الفترة ونشكركم بزاف خطش الفيديو الكوزينة دخل للتندنس ثاني في الجزائر نشكركم بزاف البارح واليوم قلت إن بدأوها بوصفة تكون خفيفة سهلة اقتصادية ليكون شاركتها معاكم في الانستغرام البارح وفي التيك توك وفي الفيسبوك واليوم قلت نحطها لكم بطريقة مفصلة في قناتي على اليوتيوب وهي وصفة البيتزا كاري وصفة تعزمان للجيم بالدقيق والفارينا هذه البيتزا اللي جيم قرمشة وطرية في نفس الوقت على بالي بلي راكوا حايرين هذه الياه ما تشديروا سواء لعشة أو للفطر خاصة مع الدخول المدرسي تقدروا ما بدأوها لأولادكم كيجوء من المسيد الفطر حاجة خفيفة سهلة قبل ما بدأو في الوصفة منساوش اشترك في القناة وتفعيل جرس بشي لحكم اي جديد الحاجة اللي اللي يحين ديروها نحضروا لاصص طومات تعنا هنا في طني جراء على نار تكون متوسطة درت خمسة حبة طوماتش يكون متوسطين يكون تقطعتهم مكعابة قطعوهم وخلاص ميهمش خادش راح تترحى في الاخر درت هنا معاهم حبة بصل تكون صغيرة قطعتها ثانية مكعابات قسم مغرفة كبيرة الزيت المقادر كما قلت لكم دايما تلقاهم مكتوبين في صندوق الوس ملعقة صغيرة طوماتش على البطا والملح كما تحبون تمام بعدها كيطيب تقدروا تزيدوا كما تحبون تمام على حساب الدوقتكم كما قلت لكم هنا نخلطوا المكونات تعنا بها الطريقة فيش عجبني هذا لاصص طومات برد في برد معانتها النار ديروها قليلة خلطوا المكونات ديرو نزيدو تمتم الماء ونخلوهم مش مين بيتقلّوا معانتها خلطوهم برك بعدها كيطيب نجيب نجيب كاس إلا ربع تعالما وسنة تعالتهم نديرو قبل سنة تعالتهم بقصوك هؤتهم يعجبني بزاف لاصص طومات ونديرو كاس إلا ربع تعالما جماعة كانت بزاف اللي تسقطتها مني البارع في الانستغرام قالوا لي بللي لاصص طومات كان اللي يقول لك ما مجيش فيها البصلة أنا يعجبني بزاف البصل في لاصص طومات يعطيها بنا بزاف هيلة خدش أنا خدمت ديجال بيتزاكاري من قبل في واحد المحلات وكانوا يديرو لها تعال المحلات واحد كنت نخدم عنده يدير طوماتيش مع البصلة وكانت تجيل رصوص طومات بزاف بنينة ما يدير لها إلا فلفل كحلّة كريلة توابلة حتى حاجة معانتها غيرها قدرت كاس إلا ربع تعالما ونخليها على نرمط وسط تحتها ونطيب لنا كامل هذك البصل وطيب لنا كامل هذيك الطوماتيش ما يطيب كلش وشكين الداخل هنروح نجيب زعيترا بودر تاعي أنا مفضل نضيلها زعيترا بودر اللي حبي يضل الزعيترا العادية يحطها في اللوات طيب معهم بعدك ينحيها در تميل حقا صغيرات على زعيترا بودر ونجي نرحيها بالميكسوغ كما قلت لكم لنزم يكون طايب كلش نبلاصي هنا الميكسوغ تاعي وشوفوا هنا جماعة كيد ترحوها إذا لقيتوها بزاف خفيفة لاصوص طومات تاعكم عاودوا وردوها فوق النار تبقبق شوية ما بيت تعقب للكم شوية هي ما جيش تقيلة تقيلة بزاف شوفوك شجي جاتنيها قدام بعدك نغطي عليها وخليها تبرد واللي حبها حمرة بزاف يدير لها شويتها العكري انظروا ذو كاللابات تعنا اللابات تعنا لي قوت لكم تتخدم بالفارينة ودقيقة هنا في جفنة كبيرة درت نصف كيلو تاع الفارينة وممكن لي بزاف سقسونية على الكاستع ام والد شحن جيب نصف كيلو تاع الفارينة مثلا험 والد حوالى ثلاثة كيسان واربع ثلاثة كيسان واربع تعال الفارينة وثلاثة كيسان واربع تعال تقدر كيما رنكوا تشوفو هنا قللت نصف كيلو تاع الفارينة ونصف كيلو تعال Acme ودقيق اكون نرطب من الأبطال تكون نوعية ميليحة هقدا به هادط نحطوه Opal-A.Lefti نضروع مغرف كبيرة تـطيع خمير تـ الخبز ونزيد ونضروع مغرف كبير التـطrySS كما راكوا تشوفو هنا ومن نسوش الملح نديرو من العقاة صغيرة على الملح معاهم هكذا مع النواشف ونجو خلطو كامل النواشف تعلو وهاد البيتزا هاد المكونات لطيتهم لكم أفوا تخرج لكم شوفوا إذا كانت سنيوات تعكم بزاف كبيرة كبيرة بزاف تخرج لكم زوج حب زوج سنيوات وإذا كانوا سنيوات تعكم متوسطين تخرج لكم ثلاث سنيوات يكونوا متوسطين ودايما كمية الفانينة تكون هي نفسها كمية تغير بعد ما خلط النواشف نجيب كاس إلا ربع تعمازيج بين زيت زيتون وزيت العادي هنا درت خالط بين زيت زيتون وزيت العادي ليحب زف زيت زيتون يدير كاس إلا ربع تعمز زيت زيتون واللي ما يحبوش يدير لأخر زيت عادي كاس إلا ربع ندخل مليح هادك الزيت مع نواشف تاعي حتى نبسسهم مليح حتى ونشوف هادك زوجو تدخلوا مليح فهدك الفانينة وهدك الثقين نروح نوجدو من جاه واحد اخرى المدافي باش نطمو بهلابات تعانا نجيبو هنا المدافي كيمراك ونشوفوه نبدأو نضيفو في المتاعنا الدافئة لقتلكم حتى وين تحصلو على العجينات تكون طريق وتلسق شيئا في اليد هنا غير بالعقل ضيفو الممد ما تضيفوش على كميات يكونوا كبر معتها غير بالعقل حتى وين تتلملكم كاملو وكي تلموها ما تلموهاش يبسى ما تلموهاش يبسى خدش عقدك رح توليكم كسرة لازم تلموها طريق تلسق شيئا في اليد ما تلموهاش كما الكسرة خدش الكسرشتوك المموهاش تلابات تحاشية يبسى هذه لازم تلموها تكون طريق تلموها العجينات تلسق شيئا في اليد وكنو نريكم شكل تحاك شيئا كي نحيها من الاخرى شوفو شوفو طرابات تحاكين ورايها لكم في بلوندو تخافي شوفو كتكون طريق جيب الزف طريق وتلسق شيئا في اليد جيتال قاروحة مليح هنا نعجنها فوق بلوندو تخافي حوالي خمس دقائق حتى ست دقائق احتوينو لنا شكل تحاش بابوليس تولينا لعبات تعناه ليس وشابة كما قلت لكم نعاود نفكركم باللي لعبات تعاكم طموها طريق مطموها شيبسى بخدش هكذا كي يبسى محش ديكم ليحة لازم تكون طريق تلسق شيئا في اليد عجنوها من ليح بها الطريقة احتوينو لكم شكل تحاها هكذا جيبوا غيسيبيون حطوها في الغيسيبيون ولا في الجفنة تعاكم للميتوها فيها ودعوها تخمر حوالي نص ساعة حتى يضع في الحجم التاحا هاكذا نقطع ليها ودعوها تخمر هنا بعد ما تخمر لي لعبات تعي ندحيها ونقسمها على تنين بعد ذلك نحضر بززاف هكذا باش نوصل لكم ليحة الرسالات على الوصفة كما راكو تشوف قسمتها على تنين نحط الاخر ونغطي عليها القسم اللول نحطه ونغطي عليها بشبات نشف ليش لعبات ونبدأ ونخدموه في لعبات الاخرى أنا دايما نحب نفتحها شوفوا لعبات دوكن ورايها لكم كيفاش تجي جي مع انتها شوفوا جي مقطنة هي لغ في فضريفا دوكا هنا نعطيكم سير من الأسرار بتاعي تاع البيتزا كان بزاف اللي يفتحوا البيتزاي إما بالفارينة إما بالدقيق يكون رطب هذي كبين زوج تنجح معاكم بصح أنا نحب نفتحها بالدقيق يكون متوسط تعطيكم واحد لقار ما شامل تحت بزاف هيلة بصح إذا مش متوفر عندكم دقيقق متوسط عادي افتحوها غير بالدقيق يكون رطب كيف كيف يطيكم نفس النتيجة بصح أنا الفضل دقيق يكون متوسط هنا نفتح لعبات تاعي افتحوها تكون رقيقة من الفوق ما ديلوا الهاوية لوقتش لعبات ما حرما ما رحش تلسق لكم على الحلال شوفوا فتحوها رقيقة بالنسبة للناس اللي حبوا البيتزاكاري تكون رقيقة بزاف فتحوها رقيقة مليح ولي حبوها تكون شوية ما تكون خشينة فتحوها ما تكونش رقيقة بزاف نجيب سنيوة تاعي لي كوتو دهنتها بالزيت نفرش فوقها هكذا اللابات تاعي كي ما را كنت شوفوا وننحي كامل زوائد غير بالحلال نحولها كامل زوائد بهذا الطريقة شوفوا اللاباتش هنجي هيا ونفكركم جماعة كي تكونوا تحلوا فيها فدك الوقت لي اشعلوا الفورمانت تاعكم لازم يكون مسخن من قبل يكون سخون مليح ويكون على اعلى درجة حرارة على الفورمانتها تكون مئتين وخمسين ديرها مئتين وخمسين كي ما را كنت شوفوا هنا ينتقبها مليح بالفرشيطة لازم تتقبوها مليح مليح بالفرشيطة حتى نغطوها كامل بعد ذلك نساعد لازم طومات التي تكون بردت شوية مليح بالنسبة لقد نص류ها فيها سخونة سوف نقوم بذلك كلابات وتحمر كما را كنت ترون هنا نقوم براية ثلاثة طومات زوائد ونمشيها غير هذا يعطيها بهذا الطريقة هنا ، نسنعلمكم طريقة كيف أن نضع زيتون كما نصحي المحلات هذه الطريقة على زيتون كما قلت لكم كنت نعمل مع أحد يدر بيت زكاري كنت نضع الزيتون ونعلم أن ينضيعون هكذا نضعه بهذه الطريقة لكي يأتي لكم كامل الحبات المتساويين هذه السنوات خرج لكم 12 أحبة هنا ندخلها الطيب كما قلت لكم حتى يتم تحمر مليح من التحت وتتقرمش من التحت حتى يتم تحمر مليح لا تشعروا عليها من الفوق من التحت حتى يتم تحمر مليح ونخرجواها ونضعوا لها ندرة الشيء يضرب خميش لديكم الكثير من المطاقين ونظروا الذي يضربه هو مالغ غالي قليلا بصح يضرب لكم ويأتي تدقعه كثير من المطاقين هذا يدر هذا مليح يأتي الحمر ويأتي بالميزة يقطع لكم كما تحبون تحت نعود ندخلها للفرن ونشعلها من فوق لنضربنا الفرن ونخرجها اليوم سأضربها طنطع الزيت انا اخترت هنا كامر سأضرب النزوج بيض ونضع الطنطع بالزيت سأضرب ذلك بالزيت ونضربناها إلى البيتزا كما ترون هنا نضعه في نغي سيبيون لا يريد هذا الفرنج يضب ونخرجها بالبيتزا بعد ذلك الفرنج يشاهدون الشكل سأضرب البيتزا كاركي تخرجها وهي سخونة الدهنها بالزيت زيتون ولا الزيت العادية الدهنها هكذا رشات يكون خفاف لكي تأتيكم من فوق طرية سأضربها بزيت زيتون وليس يحب يدر زيت عادى يدر زيت عادى هنا نضع الطنطع المهم ذكرة هي عندكم الوصفات كما تحبووا اضربها والجاج والفرنج احبوا اضربها بالحر كما تحبوا اضربا بعد ذلك الطنطع نضع الزيت المقطعة الخضراء على بلية طيب بنا بزافها إلى البيتزا التاعي ومن نسوش نديل المعدنوس رشاة المعدنوس تكون خفيفة هكذا تعطينا شكل ودوق بزاف هاي للبيتزا ونقطعوها وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتا عنها اليوم قطعوها تسمعوا تقرب يشتحها من التحت كما قلت لكم ليحبها من قرمشة بزاف ورقيقة يفتح لاباتها رقيقة هكذا نقول لكم وصلنا لهاية الفيديو تانهال اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وصفها وتعودوها وتبعتو لي في الفيسبوك ولا في الانستغرام تطبيقاتكم ونقول لكم في وصفات اخرى ان شاء الله ومع السلام